سنوات عدة لعبت فيها السياسة والعقوبات دوراً فأخرت هذه الخطوة روسيا تسلم وحدة كاملة من مفاعل بوشهر النووي لإيران لتشرف عليه بالكامل مع ضمانة روسية لعامين وفق العقد المشترك الموقع بينهما لتدير الأيد الإيرانية المفاعل القادر على انتاج ألف ميجاوات من الكهرباء ولتعلن إيران أيضاً عن نية بناء مفاعل آخر في بوشهر كذلك توافقنا وروسيا على تطوير مشاريع مشتركة لبناء مفاعلات نووية أخرى وسنشهد على بعضها في القريب العاجل وأهمها وحدة لمفاعل جديد في بوشهر لتساعد الطاقة التي يولدها في تكرير مياه البحر وتحليتها تأتي الخطوة بعد تسليم ملف المفاوضات النووية للخارجية الإيرانية بعدما كان يديرها مجلس الأمن القومي وما خلف هذا الموضوع قد يفسر على أنه دبلوماسية إيرانية جديدة ستتبع في المحادثات مع الدول الست الكبرى المفاوضات النووية خلال هذه المرحلة تحتاج إلى تغييرات جذرية وعلى تغيير الفريق المفاوض وجعل وزير الخارجية على رأس فريق من الخبراء والمختصين سيفيد في تبادل وجهات النظر والوصول لحلول دبلوماسية إيجابية رئيس روحاني يتجه إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وزير خارجيته سيلتقي منصقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لتهيئة أرضية لمحادثات جديدة ولكن إيران اليوم ليست كما الأمس تريد فتح صفحة جديدة ولكن دون التخلي عن برنامجها النووي فرح الزمان شوقي المؤسسة اللبنانية لإرسال انترناشنال طهران